يا أيها الذين آمنوا كأواسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا صباح النشاط والتفاؤل أحلى بنات بالدنيا كيفكن حبابي طمنوني عنكم إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وأخيرا اليوم رجعت لكم بفيديو جديد منها اللي عمقلكون عملوا شي تشربوا لأنه الفيديو طويل صورت لكم الروتيني من الصبح للمساء وشو عملت وفيه تفاصيل كتير حلوة إن شاء الله كتير رح تحبوا تستفادوا منه مثل ما قلت لكم عملوا قهوة وتعالوا هوني مثل ما يكن شايفين اليوم هيك فايقة الصبح بكير نشيطة بما أنه عندي شغل بدي فيه بكير وصور لكم كمان هوني مثل ما يكن شايفين فقط سويت الجلاية يعني رتبتها وزبطتها لأنه مشغلتها قبل بيوم وتاني يوم هيك بطبقها مشان تضل طول النهار فاضية وقدر كل ما بديحط فيها شي دغري بحطها وهيك هلا قلت لكم دائما أنا ببلش بالمطبخ مشان هيك يعني تفضل البيت بشكل عام بحس إنه المطبخ أكتر شي إنه بياخد وقت مع أنه لما في الصبح فعليا ما عندي شي لأنه بكون بالليل يعني خلصة كل شي ومطبخ ما فيه شي بس طبعا مسح غبرة تطبيق جلي هذا يومي بعمله يعني هلا مسلا الميكرويف ما بستخدمه كل يوم حسب بس إنه ما بيتوصح حتى لو استخدمته إنه هيك بس بتحسوا فيه غبرة وهيك بدي أمسحها بشكل يومي مشان هيك ما تتراكها وهوني بحس في عنا كتير غبرة ومو بعرف ليش فهيك بحس إنه لازم كل يوم ملمق هاي القصص كله لأنه فيه غبرة هوني بصورت لكم شلت الركن كمان مسحت وراه ومسحت الركن كله وفضيته بس عم طلع بالأخير واللي انتبهت إن الكاميرا ما عم تصور ياي شو نقهرت المهم راح علي راح عليكم هدا المقطع هوني كمان بلشت أمسح هيك كل شي ورجع لما كانوا هلا الركن بمسحه بشكل يومي بحس إنه يعني كل يوم كل يوم ما في داعي يعني بس إنه إذا فيه غبرة هيك بحاول شي لا بمسح هيك كل يومين بس بشكل عام هاي هوني هذا الطرف بالمطبخ عندي ما بيتوصخ فعليا لأنه ما بطبخ علي ما بساوي شي كله على هذا الطرف الثاني فهداك بظل نضيف بس بمسح هيك بشكل يومي هيك ع السريع من الغبرة هوني كم يوم رحت عالت تركي فجبت هي جبت هي هيك تبعية الحلويات وهيك واحد بحط في بحية حلو وشغلات وإنه بحطها جنب الركن القهوة أو أي شي وين ما بتكن فتوقعت أكبر من هيك طلعت كتير صغنونة وهيك كيوت ما بعرف فقلت يعني عادي موم مشكلة الموم أنا قلت مشان حط فيها قطع شوكولات إنه خلاص وقت واحد بده بشوف هيك قدام عينة عرفته علي خصوصا زوجي إنما في الصبح بساري القهوة بحبي ياك وليك شغلات حلوة فبلاقي هيك قدام وضغري فشوفوا قداش صغيرة كتير كتير صغيرة فقلت ما في مشكلة يعني إنه المهم حط في هيك هم شغلة على تقريبا هاي سعرها خمسة يورو أنا جبت من عند التركي يمكن الكبيرة أو هيك حق اتناش أو شي بس أنا ما كان في مقاسات يعني ما كان في غير هاي مقاسة واحدة ما ما في غيرها عم تجيني كتير تعليقات إنه عم تقولوا لي عم ناخد أفكار عم نتعلم أشياء مثلا عم تجيبي عم نجيب منها عم تطلع كتير ظريفة حتى عفي بنات عم نبعتول على الإنستجرام جبنا هاي القصة وطلعت كتير منيحة وظريفة وعن جد أنا حابة إنه الفيديوهات مو بس إنه تتفرجوا وتستمتوا حتى يعني تغضوا إطاءة إيجابية كمان إنهم كون تستفادوا من الفيديو تغضوا أفكار يعني إنه تكون مو بس مجرد إنه بس تشوفوا فيديوهات لأ كمان تستفادوا وإذا حاسين فعليا عم تستفادوا أو عم تغضوا أفكار أو عم يعني عاجبتكم القناة عم تحسوها مفيدة بتمنى تشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم وهيكي حتى إنه كلكل يستفادوا والشغلاء الأشخاص اللي بتعرفوهم كمان يستفادوا وهيكي المهم بعثوا الفيديو اللي بتحبوه اللي ما بتحبوه لا عبا مسح المهم يعني إنه إذا حسيتوا حالكم عن جدا تستفادوا من الفيديوهات تشاركوها مع رفقاتكم والأشخاص اللي بتحبوه وبنات لقلكون ميلاحظ انا اليوم فقت الصبح يعني انا عم انتشتكم الفيديو فعليا فدخلت عاليوتيوب واللي بلاقي انو نحنا وصلنا 15000 كتير مبسوطة فيكن اه وعن جد بتشكركم كتير عكل تعليق حلو كتبتو لي وخلاص هاللحاج بقى مدح ونحكي عالقناة وخليني ابلش بقى بالشي ضمن الفيديو لانو طولت كتير ما بدي طول عليكن المهم اه هوني اليوم قررت اعمل تنظيف عميق للغرفة يعني ايه كانت ضفة من الشبابيك الزوايا تحت الصوفة ورا الصوفة هاللان كل يوم كننس احت الصوفة ويكة بس انو عميق اه قررت امسح الصوفة الكراسي يعني هيك عرفتو علي تنظيفة مرتبة للغرفة اه هالله هوني متل ما شفتو كان فيه الزريعة اللي كنت حضطة بالجنب الطرف الثاني نقلتها حطيتها جنب الصوفاية ما بعرف اذاها حلوة ولا لأ بس هيك حبيت غير طبعا كالعادة وشايفين الكتب اللي جبتو انفرجتكن اياهن هداك النهار حبيت حطوهم هاليوم بهاي الطريقة يعني هيك جنب التلفزيون وجنبهم هيك كتير حسيتهم طلو حلوين مع الديكور الخشبي اللي ورا التلفزيون يعني هيك مع بعض طلو عن جد بيجنن وابعرف حسيت هاي يعني هداك نهار شفتو عملتها داك اللي هيك حطتهم عالطاولة لأ حسيت هوني لسه مكانهم انسب واحلى هوني بلشت اول شي كنس الصوفاية لانه بدي امسحها فكنستها هيك اول شي بالسطح هيك تبعيتها بعدين كنست الزوايا هيك يعني نظفتها من كل الوبر والشي اللي هيك العلقان فيها مشاء لما امسحها هيك امسحها على نظافة هلا انا فعليا الصوفاية ابدا مو متوصخة والحمد الله يعني لحد الان انه تماما في ايشي ما كبع لي هاشي الحمد الله يعني ما بدي سيبها بالعين هلا بسم الله ومشاء الله المهم بس انه هيك يعني مسحها هيك مشان هيك عرفتوا هي مسحة النظافة كما بقولولها انه مشان ريح تضل حلوة وهيك انا حابة جيب صراحة هيك الشي بشان انه حماية او شي بس ما بعرف للسماء لسماء لقيت شي على مزاجي هيك يعجبني ما لقيت شي مناسب عرفتوا فهون متل ما كوا شايفين استمرت هيك بتكنيس لك الناس كل شقفة فيها يعني لما بدي امسحها ما بدي يكون ولا شوية وبر عليها الله هو هذا الوبر مو انه وبر ممكن مسلا هرهرة او زغبر او اي شي هيك هدول القصص اه وكمان اه اه بعرف مشان المكنسي انا كتير يعني جد بعتذر اني تأخرت لحد الان وما نزلت لكم منتدى بس انا كنت عم دور لكم كمان على رابط شغلي هاي عم دور على رابط لانه انا اشتريتها بنات هاي المكنسي اه اشتريتها من محل ساتورن هون بالمانيا وماشتريتها من النيت وعم دور هيك عليها عم لاق كثير شبيه عن النيت بس ما عم لاق اي مثلا فانا حاب نزلكوا الرابط كلمان انه انتو يعني من غير مكان مثلا بتكن تشتروها من الامازون او شي يعني اعطيكم رابط عرفتو لانه مالك اللي عايش بها المانيا فهي القصة هيك بس عن جد لقيت الرابط وهيك حنزلكون ياها لانه بعرف اني تأخرت وفي كتير بنات عم يسألوا يعني ميكنسي وعطينا الرابط وهيك بس انه انا رح ادولكم على رابط وزلقيته ان شاء الله رح نزل المنتدى ورح نزلك الرابط ورح اصوركم الصورة تبعيتها هيك كاملة كيف شكلها هيك من برة وكل شي هلا هوني انا رح قالكم شو حطيت بالمي انا حطيت بس معطر معطر اللي بستخدمه للغسيل يعني الريحة اللي اللي بفضلة الريحة اللي انتو بتحبوها تكون ريحت هيك بتجنن وحطيت معا شوي هيك بخيت من البخاخ تبع هذا فينش تبع الكنب وهيك هلا انا ما بعرف انا ماني مجردته صراحة على الكنبايات او الصوفاية وهيك ماني مجربي انه ازمني حولها فحطيت شوية صغيرة انا بالعادة دايما بستخدم مكعب الجلاية وكتير ما بسبطة فيه بس اليوم قلت لها حجرب انه هيك حط من هذا البخاخ وشوف كيف حيطلع هلا لا بقى الصريف بس قلت لكم انا مو مية يعني الصوفاية متوسخة او او هيك يعني ما فرق علي صراحة هي كان ما شفتوا مسحة بسيطة يعني ما انه والله هيك يعني فرق علي انه والله هيك انه تنظيف او شي فهيك يعني ما بعرف يعني ما رح اقل لكم منيح او لا بس هو يمكن للبقى عن جد انه منيح اذا كبشي او هيك بواحد بيبخ عليها وبدي لكم شغلي ديروا بالكم عن جد بنات تمسكوا البخاخ وتبخوا على الصوفاية خصوصا اذا كانت جديدة يعني اذا هيك تبركوا تمسكوا تبخوا مباشر على الصوفاية هذا الشي رح يخلي الفرش يهترى وهيك ويقدم على بكير يعني عرفتوا فانتو الافضل انه اي بخاخ بيجو يعني اذا ما كان فيه ابقى عنيدة اذا بتكون تمسحوا بالبخاخ بيفضل انكم تبخوا بقلب مي يعني تكون هاي الكمية للبخاخ مع المي وبعدين تمسحوا فيها عن جد لانه بشوف كتير عالم بيمسكوا البخاخ وبيبخوا هيك عكد الفرش وهذا الشي كتير بيخلي الفرش يهترى بسرعة ويبين انه قديم مع انه بيكون جديد فمتل ما قلت لكم حطوا مي دائما مع اي شي بتكون تستخدموا للكنبة يحطوا مي وحطوا الشي اللي بتكون تحطوا هيك اي معاقم اي منظف وانا متل ما شفتوا كمان مسحت الكراسي ورفعتوا اللي فوق ولمعت الارضية هيك تبعيتون انه من وقت ما جبتوا صراحة ما مسحتون ما حسيتون ما بعرف بحاجة يعني وما في هيك متوسخوا بس اليوم طلبة مع انه بلح قامل تنظيفة هيك عالاق ثامي هلا هوني كمان هاي اللي زريعةة交برة مصحتها اه بتعرفوا انا لما بدي اعمل هيك تنظيفة عن جد بحب امسح كل شي يعني البواب оكلشي كلش بالغرفة يعني مستحيل خلي شي يمع يعني ما أمسحه بحس إذا ما عملتك ما بحس أنه أنا جد نظفت أو سويت شي يعني من الباب للشباك للأراضي للزوايا بشكل عام كل شي هوني شوفوا مع أني نظفت وساويت يعني دايما بمسح تحت الصفاية وكالناس وسبحان الله اللي عنده ولد مستحيل ما تلاقي ألعاب يعني حتى لو لعب أو تنتين وهي هاي الكنابية ممارفوعة فهي الضغري بتحسوا أي شي بيصحط لها جوهي كلا ورا وهذا الشي يعني صعي إنه صعب بس أحسن بكتير لأنه واحد بيقدر ينظف ويطالع كل شي كل يوم عكس أنا كان باية القديمة كانت كتير عم تعذبني ومسكرة من تحت ولما بدي أجي أرفعها لاقي بلاوي ولاقي الألعاب كتير وما قدر أرفع أصلا لحالي يعني بديها مثلا دايما يكون زوجي معي لحتى قدر نظف تحتها هاي قدت لكم كل شي بتحسوا بروح تحتها بس يعني أسهل ضغري واحد بيقدر يطالع كل شي ويمسح وينظف وهيك وهوني مثل ما شفته كنست ومسحته ما أضل أي شي ضل بس إني أرجع رتب كل شي نمطرحه وهوني ابني كان عم تفرج على التلفزيون هاي كانت نعبة بالنسبة إلي يعني إني نظفت الغرفة هلا هو كان عم يشاركني بكل شي يعني وين إش ما سوي بتلقوا بيلحقني هيك يعني بالنهاية بس أنا ويا بالبيت فأحيانا بهيك شوي بلتهى على التلفزيون لو بأخذ أنا راحتي شوي بإني صور بإني هيك أشتغل على راحتي شوي بس عن جد الله يحميره ولا تشغل معهم يعني كتير كتير صعب وبحس والله العظيم بتحسوا إنه كتير هيك يعني شغلة بدا نص صعب تصير بأربع ساعة هوني طلعت التعساس بدي لعي بحمودة بالشبيل بلاتس واللي نزلت فوقنا مطر على فكرة هو مو برد أبدا بس مطر يعني ما فينا هيك يعني خلي يلعب ومطر وممكن تكبس علينا فقرر سني روح على الفولفورس الله دائما وقت بدي روح أخذ حمودي على شبيل بلاتس ما بأخذ معي قهوة بأخذ عفوان معي قهوة بس لما بروح بتسوبق هيك ما بأخذ فالليوم بأنه تجو ومطر ويعني ما خرج قاعده فقررت أروح على الفولفور شوي شو شو هيك شوف عنده شو منزل شغلات وشوف الخريف يعني عنا بلش الأراضي يعني بلشت بقى تتعبى ورق شجر والله أنا عبقلكون شبير بلاتس هو هي حديقة أطفالك في ألعاب اللي ساكنين بس بألمانيا هيك فهموا علي أوقات بنسى أني قلكن هون شوفوا بنات منزلين كمان الديكورات الخريفية يعني من منزلين بالعادة بنزلوا كتير كتير أشياء بس ما بعرف رح شوف لجوة لسه ما شفت إزام نتلين غير شي بتوقع في جوة كماني شوفوا هذا الورق كتير كتير حلو هيك ما أشفو شي يعني الله أنا كتير حابة إنه الشتوية عملت لليكور خريفة عذكرة كتير رح كمان رحيل بقى لسطالون وهيك هوني كمان في شوية شغلات شوفوا هذول الشموع حلوين يعني بيج هيك عن جد حلوين شوفوا يعني فيه أحلى مش مو ما فيه فيه كشفات وفيه غامقات في هيك أشياء كمان منزلين في هيك ما بعرف شو رأيكون جيب هيك كم شغلة إنه للخريف بتأيدوني الفكرة سوا يلا تعي مشي تعي حمودة ليش يعني إحنا منحكي للصبي بنتي ولا البنت صبي ما بعرف عطول بقلو بس لا شوف هدولي هوني عملينا عروضات على كل شي بثنين يورو شوفوا ما فكرة أوقات لا ما بصير أختار شي تمام بنا إيلك لعبة بس أنا كمان بدي تفرر شوف يعني نحنا لنمشي على كيف الولاد مو هنن يمشوا على كيفنا عن جد تمام خلاص أنت بتنقي اللعبة بعد أنا بنقي غراضي أوكي؟ ماشي؟ هيا اللعبة يلا أنشي هالأوقات كتير عم ينزلون عروضات رح فرجيكم هالله شو من نازلين عروضات عم ينزلوا عروضات بيورو وثنين يورو وثنين يورو وشغلات صيفية يعني ممكن واحد يأخذها للصيفية الجاي شوفوا بنات شوفوا بنات هادولة كل شي هادول كل عملين علي هون عروضات كل هادول ديكورات كل شي عم تشوفوا شوفوا هاي مثلا عملين عليها عرض بثلاثة يورو مثل هايش شوفوا هاي الشمس كماني كمان عملين عليها عرض هادول الشمعدانات شو كمان من نازلين من نازلين لدات ملونة ولدات صفر عادية انا هادول ما بحبن كتير شو من نازلين من نازلين اكواب من نازلين اناني يعني هيك شغلات حتى هالله كتير رخيصة شوفوا خمسين سنت يعني ممكن واحد ياخدها للصيفية الجاي لانه دولة يعني بتلاقوا بالصيفية الجاي بنزلوا مثلهم وتكون سعرة ثلاثة يورو حاليا بس خمسين سنت فقط لاغير هيك يعني كتير بي نزلوا اشياء بتاعفوا انا عندي عادة انه بشتري شغلات الصيف بالشتي يعني وقت يخلص الصيف فابعد بلاقيهم دائما يعني بالصفية الجديدة جاهزين يعني ما بشتري كتير شغلات بنزلين هادول الكتب كمان لالاطفال بالثلاثة يورو هادول بيجوا قماش سفنجر مشان ما يخربوا كتير من ناحو للبيبيات بيتفرجوا وما بيخربوا انه هادول الكتب سعره كان خمسة يورو عمين علي عرض صاير ثنين يورو بيجي تقريبا تموم صفحات اه كتير مناح يعني هيك انا كنتجيب له منه لحمودة هادول الشمعدانات صايرين بثنين يورو شوفوا هادول المخداد قداشهم حلوين هيك كتير اكابريات وهيك يعني موضة حلوين كمان محلوين للخريف شو رأيكم في يوم بيج وابيض وبني بدي اسألكون شي هادول عم فكر جيب من هادولة مشان الصفاية يعني حطن هيك انه مشان ما تنتزع او تتوسخ يعني او هيك يعني انه مشان بشكل يومي الواحد يحافظ عليها هلا انا بحب انه حط شي ما بعرف بحس انه هيك راح ينقتل المنظر وحتتتغير الغرفة بس هاي حسيت اشوفه كتير حلوة وهيك نعمة وهيك يعني شكله حلو فقالت بدي تعطوني رأيكم انه اذا بجيب هادول بحطن عصفاية بجو رقاء عرفتو وهيك بيطلعوا حلوين برأيكم هلا انا محتارة هلا انا كد حابة يجيب فرو فروات هلا بفرجيكم الفروات اللي قصدي عليهم بس هادا حسيتو كمان يومي هيك يعني عملي مبدئيا واحد بجيب الفروات بالشتوية بالتلج وهيك مثلا هلا في كتير الوان بس طبعا هادا اللون كتير قديب للصفاية تبعيتي ويمكن شويوني اكشف طبعا لانه هاد صاير هيك يعني على بياض سمني هيك شو رأيكم كتبوا لي بالتعليقات هلا تنسوا انه جيب منن ولا لا لانه قول انت بدي جيب بس احترط يعني وانا بس احتار ما بعرف فالت بسألكم هنين كماني عاملينن هيك ست كامل اسود وابياض الشموع الشمعدانات كلها نحنوين هون متل ما شفتوا رحت على الفولفورز وهيك قالت بصور لكم نشوفي شغلات جديدة منازلين ديكورات جديدة بتجنن صراحة باللول الاسود والدهبي والفضي هلا رح صور لكم كلهم وشفت شغلات كتير حلوة وصورت لكم العروضات الموجودة كمان عاملين كتير عروضات يعني هيك اخر الصيفية بعملوا كتير عروضات منيحة وشوفوا هدول الشمعدانات حسيتهم كتير كيوت وحلوين هوني كانوا الديكورات القديمة لورجيتكن ياهون الذهبية هداك النهار كلهم تقريبا منازلين شغلات جديدة شمعدانات صواني كل شي كل شي حتى شموع يعني كتير منازلين شغلات جديدة حلوة باللون الذهبي وقالت لكم ياهي بتحسوا بيشيلوا شي بينزلوا شي احلى دائما هوني كي كل الشغلات الدهبية المنازلينة واكتر الشي حسيتم ركزين على الشمعدانات يعني كتير كتير انواع شمعدانات وموديلات وحتى حاطين شفتوا الصواني التحت المنازلينة شوفوا هاي كمان الشمعدان كيف فيكة شكلوا ع نجمة ما بعرف هدولة شوفوا هدولة هدولة كتير حاببتون عنفكر جيب منو للصالون شو رأيكون فيون هيك جيب واحدة صغيرة واحدة كبيرة حطونا ع الطاولة بس لسه مالي يعني مقتنع 100% ما بعرف وهي كمان النبتة الصغيرة كتير حسيتها حلوة الى هذا الكنار هيك الدهبي وشكله كتير كتير انيق ومرتب وهون كمان صورت لكم شوية شغلات جديدة كمان منزلينا يعني ما اشبون شي انا بالمحل الجنبي عاملين تغيير ماشاء الله عليهم هالله في سؤال سألتني يا صبي انو شو رأي بالماكينة الماكينة القهوة هاي هاي الماكينة بنات كتير منيحة زريفة يعني اذا ما بتقول القهوة تفور هي شغلتها الوحيدة انو ما تخلي القهوة تفور ولا هي نفس الشي يعني ما انو والله القهوة راح تصير غير شي او هيك بالعكس لا بس انو هيك يعني مريحة كتير لانو ما بتخلي القهوة تفور يعني بتكبسوا الكبسة بتروحوا بتعملوا يدي بتكون يا بترجعوا بتلقوها جاهزة وانا بستخدم القهوة التركية فالقهوة التركية فيها كتير كتير رغوة فبهاي الماكينة بتطلع عن جد بتجنن يعني هيك بتلاقوا الفنجان كتير فيها رغوة وكتير منيحة زوجي كتير حبة ليش في الصبح يعني بيكبس الكبسة وبيروح الوقت ما يلبس يكون صارت القهوة تبعيته يعني ابدا مالة مزعجة وكتير سهلة هي سعره سبعين يورو مالة رخيصة صراحة بس بتركيا طبعا ارخص بكتير اذا اخدتوهن ترين ديول من تركيا كتير رح تلاقوا فرق بالسعر وقت انا جبته من هون من الامازون كان سعره سبعين يورو وبس هيك رجعت عالبيت وكنت عن جد كتير تعبانة لانه بس اليوم الحمدلله ما كان عندي طبخة يعني لهيك انا طلعت يعني خلصت شغلة البيت وطلعت ما كان عندي طبخة فا اكتغدينا يعني اتعشينا عفون وصار وقت وقفنجان قهوة وهي كون خلصت يوم تقريبا يعني ما بكون انو عندي شغلات تانية اعملة وبس لهو بكون صلت معكم لنهاية الفيديو ان شاء الله يكاربتكن وحبيتوا الفيديو استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه انتظروني بفيديوهات جديدة كتير حلوة فكونوا بخير وديروا بالكن عحالكن وقضوا وقت مع عائدتكن بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة